يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة خلاص الكلام عن الكرة المحلية يقف شوية الكلام بالنسبة للأهل في الدوري يقف شوية الكلام بالنسبة للزمالك تحديدا عن الدوري وعن الظروف الماضية يقف تماما عن التجديد للعبين يقف تماما الزمالك تحديدا عندهم واجهة حقيقة مصرية قدام الوداد المغربي في يوم الجمعة اللي جاية في القاهرة المباراة دي لا تحتمل إلا الفوز والثلاس نقاط موقف الزمالك أكيد أصعب من موقف الأهلي وإن كان موقف الأهلي مش فأفضل شيء ولكن الأهلي عنده يعني بوادر طمأنينة لجماهير إنه هيلعب مع المريخ والهلال في القاهرة عنده مواجهة مع صاندونز بس هي اللي برة فيقدر يجمع النقاط يسعد بيوم عن هذه المجموعة على الورقة طبعا العملي محتاج مجود ومحتاج تعب لكن الزمالك هو اللي حكايته حكاية تكسب الوداد المباراة اللي جاية يوم الجمعة أنا بقول لكم مش أنا يعني إلا أنا معايا السك وإنا اللي واصق وإنا اللي جامد بس أقدر أطمن وطمنكو إن الزمالك يقدر يسعد من المجموعة دي ليه؟ إنه الزمالك لو كسب المباراة اللي جاية قدام الوداد هيعرف يرفع رصيده الخمس نقاط يكسب المباراة اللي بعدها قدام سجرادة هيبقى رصيده ثمان نقاط المباراة الأخيرة سواء يحتاج فيها الزمالك التعادل أو الفوز قدام بيترو أتليتكو هيقدر يعمل ده عشان كده التلات مباريات اللي فضلين للزمالك أصعب واحدة فيهم فنيا وعمليا وعلى الورق وكل شيء هي مباراة الوداد حتى لو في الكهرة هي المباراة الأصعب مش عشان الوداد فريق لا يقهر وفريق مش طبيعي وفريق صعب لا الزمالك على مستوى التشكيلة أفضل على مستوى المدرب أفضل بس الزلوء الزروف واللغبطة اللي عاشها نادي الزمالك في الفترات الأخيرة هي اللي قلعتنا هي اللي خلتنا مش متطمنين بس لو الزمالك لعب لعبه لو كل لعب لعب لعبه لو فريق لحق يحط بصمته يقدر الزمالك يكسب الوداد وبسهولة فان شاء الله الزمالك يعملها يوم الجمعة